ضمن نشاطات شهر القراءة والكتاب الذي تنظمه ودارة التنمية السياحية تم عقد مؤتمر مقاشيين حول حياة الكاتب جوزيب إبراهيم سعيد وكتابه الشهير جاد تحت النجوم المناسبة كانت بحضور وزير الثقافة محمد صالح حارون تقرير عبدالقادر هارون ضمن نشاطات شهر القراءة والكتاب الذي تنظمه وزارة تنمية السياحية الثقافية والحرف اليدوية يأتي هذا المؤتمر النقاشي الذي أحياه كل من الكاتب نويل نوجيري والكاتب بنتمالو والوزير السابق خيار عمر ديفالله حيث تناول المؤتمر حياة الكاتب الشاري الراحل جوزيب إبراهيم سعيد وتطرقوا إلى أن كتابه الشهير جاد تحت النجوم الذي ألفه الكاتب في العام 1966 هو الكتاب الذي اختارته وزارة الثقافة ليكون كتابة هذه الدورة الأولى لشهر القراءة والكتابة حيث شهد المؤتمر العديد من المداخلات والاستفسارات كلها تمحورت حول كيفية التأليف ودوره في إثراء القراء وتطوير العقل الذاتي وقد أجاب عليها المؤتمرون بأن الكتابة هي حضارة الأمم وأنه على الكاتب أن يقتدي بالكتاب السابقون أمثال الكاتب جوزيف إبراهيم سعيد الذي ولد في العام 1927 بن جمينة فورلامي سابقا جوزيف إبراهيم سعيد هو أول شادي يتحصل على البوكولورية في جمهورية مصر العربية وأول كاتب شادي على حد قول المؤتمرون كما يعتبر أول سفير لجمهورية شاد لدى جمهورية فرنسا وقد تقلد العديد من المناصب والمسؤوليات حيث كان وزيرا للصحة العامة ووزير العدل وتوفي في نوفمبر عام 1980 دشنا عمدة الدائرة الأولى إبراهيم محمد صيام ملعبا رياضيا لكرة القدم بالدائرة الأولى تغرير عباس أبك المصطفى توسيعا لدائرة كرة القدم في بلاد تومي لا سيما بالدوائر العاصمة أنجمينة لذا فقد جاءت مناسبة تدشين الملعب الرياضي الخماسي لكرة القدم بالدائرة الأولى وذلك لتفعيل شباب في ممارسة كرة القدم على النجلة الاصطناعية وبهذا الخصوص أجرت المباراة الافتتاحية لهذا الملعب بين فريق بلدية الدائرة الأولى بقيادة العمدة والدائرة الخامسة برئاسة عمدتها استمرت المباراة لمدة عشر دقائق وانتهت بفوز فريق بلدية الدائرة الخامسة بخمس أهداف مقابل هدف عقب المباراة الافتتاحية فقد أوضها عمدة الدائرة الأولى بأن الرياضة منبر لتقاتف الشباب وتلعهم فيما بينهم وعلى حسب صاحب الفكرة عثمان عنجمي بأن هذا الملعب ليس لكرة القدم فحسب بل يمكن استخدامه لكرة الطائرة وكرة اليد بهذا الخبر الرظيم ننهي معكم هذه النشرة أنتم في العادة الأوحظ والسلام عليكم ورحمة الله